موسيقى استهداف المدمرة الأمريكية ماسون هو الثالث من نوعه خلال سبعين لكنه يندرج ضمن الهجمات الفاشلة يقول مسؤول أمريكي نقلا عن معلومات أولية إن عدة صواريخ أطلقت على المدمرة ماسون أثناء إبحارها في المياه الدولية في البحر الأحمر ولكن المدمرة استخدمت إجراءة مضادة للدفاع عن نفسها ولم تصبه تأتي هذه الحادثة في خطوة من شأنها تعزيز التوتر في البحر الأحمر بعد أن كانت الميليشيا قد نفذت هجومين سابقين ضدها وهو ما استدعى قصفا بصواريخ كروز من قبل القوات الأمريكية بحسب الخارجية الأمريكية فالقصف جاء ردا على ثلاثة مواقع رادارية ساحلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفيما تحاول ميليشيا الحوثي نفي تهمة اللصيقة بها في الهجومين السابقين يذهب الهجوم الثالث ضد المدمرة ماسون التابعة للقوات البحرية الأمريكية إلى تأكيدات العملية الأخيرة كتعزيز للهجمات السابقة وربما المحتملة فالجماعات الإنقلابية هي وحدها من يسيطر على الساحل الغربي كما أنها الوحيدة التي تمتلك أسلحة وتحاول إعاقة الملاحة الدولية في اللحظة التي يستمر فيها الصراع على أعلى مستوياته في اليمن بين السلطة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحديفهم الرئيس المخلوع يستمر معه أيضا التوتر في المنطقة التي تشهد تطورات متسارعة خصوصا وأن وكالة تسنيم الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن إيران أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عدن لحماية السفن من القرصنة